موسيقى كان يا مكان زوجان مسنان يعيشان سعيدان الفصل الخامس والعشرون ذات صباح قرع الباب وكان المسن هو من ذهب ليفتح كانت مفاجأته كبيرة للغاية عندما تعرف على الضيف حتى أنه كاد يفقد النطق كان صديقه القديم من فرنسا الذي عاد إلى هنا بعد أن كاد يكمل ثلاثين سنة من الغربة الشاملة بعد انتهاء التحيات الطويلة صعدا إلى الصالون الصغير جلسا وجها لوجه وحد دقائل بعضهما البعض لمدة طويلة قال المسن لم تتغير كثيرا ما تزال شابا جدا وربما فيما يخص النساء أكثر براعة من شاب لكن كيف قررت العودة يا ردوان أخبرني ما الذي دهاك لقد مرت ثلاثون سنة لم أعد فيها إلى هذا البلد ما العمل إذا لم يعد لي فيه أحد باستثنائك بالطبع لذلك بقيت هناك أنا فرنسي مثل كل الآخرين متزوج أدفع الضرائب المستحقة علي وأنتخب إن الأمر ديمقراطي لدي ثلاثة أولاد يعمل معي واحد منهم في الصناعات الغذائية ويمارس الإثنان الآخران مهن حرة هناك طبيب محامي لذلك فقد عدت فقط لرؤيتك اشتريت تذكرة طائرة مثل السياح وها أنا ذا لكنني أرسلت لك علبتي كارتون مليئتين بأغراض تافهة عن طريق شاحنة الركاب التي تقوم برحلة باريس تيزنيت لقد استأجرت سيارة هنا أنا لا أنوي البقاء أكثر من أسبوع قال المسن هذا واضح ستتغدى هنا إذن نعم وستبقى حتى الغد كلا لدي مواعيد في أقادير ستستلم العلب هنا سيحضرها لك سائق شاحنة الركاب شخصيا قال المسن آه ما أسعدني برؤيتك من جديد ما زلت تشرب الشاي على الأقل بالتأكيد لكنني أشرب كذلك النبيذ الجيد والبيرة الطيبة في تلك اللحظة دخلت زوجة بوشعيب العجوز إلى الصالون سألها المسن هل عرفت ضيفنا؟ فكرت لبعض الوقت ثم قالت كلا حقا لم أتذكره لقد مر زمن طويل أنت معذورة إنه ردوان صديقنا من فرنسا لقد تذكرته الآن لم أظن يوما بأنه قد يعود أهلا وسهلا بك يا ردوان أنت فرد من العائلة سأحضر لكما الشاي وبعض الحلويات انصرفت ثم عادت تحمل أوانيها المعتادة جلست بعيدا جدا عن الرجلين لتدعهما يتحدثان بحرية وبدأت بتحضير المشروب شم القط الضيف احتك بساقه وعاد إلى الوسادة التي أصبحت فراشا له قال ردوان آه أنت مثلا إنك معروف حتى في باريس منذ بضعة أيام فقط تحدثت عنك محطة بربارية ربما كان هذا هو ما حثني على المجيء قرأ المذيع الذي أعرفه جيدا مقطعا طويلا من ملحمتك عن القديس لقد نجح في الحصول على كتابك إنه نابغة لكن هل تملك بعضا من تلك الكتب هنا؟ نعم سأعطيك ثلاثة منها ذهب لإحضارها من صندوق خشبي مرتخ بالألوان بعد أن تصفحها صح ردوان إنها تحف فنية يا عزيزي في باريس كانت تتكلفك ثروة من الذي قام بهذه النساخة؟ قال المسن إنه تلميذ من الكتاب هذا الولد ماهر هل يمكننا مقابلته؟ هذا سهل قال ردوان بصفتك شاعرا فأنت تحظى ببعض الاهتمام هنا إنما تفعله عظيم شكرا يا صديقي لكن لنغير الموضوع ستقرأ الكتاب بنج وتروين كيف حال فرنسا؟ إن فرنسا تتطور من سيء إلى أسوأ الشباب عاطلون عن العمل يتعاطون المخدرات يروجون الممنوعات أي يبيعون المخدرات لكي يحصلوا على ما يستهلكونه بدورهم يسرقون يهاجمون المتاجر مسالك المترو والحافلات عندما تطلق الشرطة النار على أحدهم ممن سرقوا سيارة لتوهم يخرجون ليلا يحرقون إطارات مطاطية سيارات ينهبون الدكاكين الأسواق الممتازة يؤذون رجال الشرطة وفي غضون ذلك يتم تصويرهم تعرض الصور على التلفاز فيخيف ذلك فرنسيي الشريحة الوسطى الذين منذ ذلك الوقت ينتخبون اليمين المتطرف أي الفاشية على الطريقة الفرنسية العربي هو المشبوه رقم واحد يرفض منحه تأشيرة الدخول إلى أرض الجمهورية يطرد يتعرض للاعتقال الإداري عندما لا يكون في وضعية قانونية المهاجر السري هو شخص بدون مأوى إنه مهدد في كل لحظة يقتل حليق الرؤوس المغربية ببساطة على سبيل المزاح إنه تصرف أحمق وفتاك شخصيا أنا بعيد عن هذه المشاكل لكن ما يحدث خطير قال المسن وما يزال هناك مجاليل هنا يريدون الهجرة إلى فرنسا يجب أن يعلموا بأنه لا مكان لهم في بلدان أوروبا لكن كيف يمكن تفسير هذا لشخص جاهل؟ لقد اتخذت احتياطاتي منذ وقت طويل لذلك حصلت على الجنسية عندما كان الأمر ما يزال ممكنا أنا مواطن صالح يحترم قوانين الجمهورية ولن أثير ضجة كبيرة في مكان غير مناسب لكن أغلب المغاربة المهاجرين هم أميون حقيقيون قال المسن مثل الموجودين هنا الموجودون هنا منطوون على أنفسهم لا يزعجون أحدا هذا صحيح قدمت لهما المرأة العجوز الشاي قال ردوان لقد تغيرت المنطقة كثيرا إن العصرانة تسغز المكان أجاب المسن نعم لكنها عصرانة مدعية طبقة من طلاء الرديء يتقشر سريعا ليكشف حقيقة الأشياء إن سكان المنطقة لا يحترمون شيئا ما عدا النقود في يوم ما ستصير هذه القرية وهذا الوادي مجرد صحراء سيكون الأمر محزنا بالنسبة للذين لم يملكوا شيئا قط ولا حتى لباسا لائقا البؤس الذي رأيته في فرنسا لا يشبه الموجودة هنا إن بؤسنا عنيد يتماسك ويتكاثر بسرعة كبيرة مثل الجرثوم فيما يخص فرنسا فهي قادرة على إيقاف خاصتها الذي يعتبر مجرد وقت عصيب ستمر به على كل حال أما هنا فقد كانت قرون من البؤس هي التي تحالفت لتؤدي إلى ما نراه حاليا بؤس دائم يتكاثر وينهش أسس المجتمع التي تفرزه مجتمع وحده الغني فيه هو من يفعل ما يحل له يذهب إلى حيث يشاء أما السواد الأعظم فهو يضور ويغلي في قاع دوامة مثيرة للدوار نعم حذار من الدوار إننا على حافة دوامة هائلة بفقداننا للتقاليد فقدنا أيضا احترام المرأة والطفل تمارس البنات الضعارة والأولاد كذلك يتعفن الأطفال في المجرى المائي لكن ما باليد حيلة إن العقليات هي التي يجب أن تتغير قال ردوان إن تحليلك صحيح إذا لم تتغير العقليات فلن يتحسن الوضع لكن لنغير الموضوع لعلمي بأن قصائدك ستسجل عاجراً أم آجراً على أشرطة أحضرت لك عدداً لا بأس به من الأدوات ستنال إعجابك لديك ذلك شايك المفضل وتبغ جيد جداً يجب أن أرسله إليك في كثير من الأحيان لأنك تدخن بشراها لذلك فستعجبك هذه الأخلاط الرفيعة لكن أما تزال تملك حماراً؟ كلا لدي بغلى الحمار لا يعيش طويلاً هنا آخر واحد كان عندي تم التهامه من طرف العقبان منذ ثلاثة سنوات ربما هنا عندما يموت حيوان ما يلقى بجثته إلى الحيوانات المفترسة لذلك لدي بغلة لا ترغب إلا في الخروج لكن بما أنني مشغول فهي تبقى في كوخها في الماضي كنت أذهب إلى السوق مرة في الأسبوع أما الآن فمرة كل ثلاثة أشهر نجد ما نريده في مجزر القرية لم يعد الأمر كما كان في الماضي أجاب ردوان إن هذا شيء ممتاز في تلك اللحظة سمعت سلسلة من الطلقات النارية قال المسن إنه ذلك للصحماد الذي يصيد السلح القاتل السابق؟ نعم لقد طلبت منه أن يحضر لي صيدني اليوم مهما قلنا في حقه فهو رجل رائع إنه يعجبني ذهب المسن لينظر من النافذة ثم عاد للجلوس قال كنت على حق إنه هو بعينه ويتجه إلى هنا بعد عشر دقائق بالفعل سمع قرع على الباب ذهبت المرأة العجوز لتفتح عندما عادت كانت تحمل ستة سلحان دامية ركض القط لملاقات سيدته التي اطردته بقسوة كان من الممكن أن يسرق واحدا من تلك الطيور التي ما تزال مدرجة بالدماء قالت المسنة لقد أحضر لك أحمد هذه طلبت منه الصعود لكنه اعتذر يبدو بأن لديه أعمال عليه القيام بها أعمال عليه القيام بها بل يفضل بالأحرى عزلته على رفقة الناس إنه ملازم للبيت حسنا أم تعينا بهذا الصيد اللذيذ إذن قال ردوان أنا آكله كثيرا في باريس لكنه صيد تتم تربيته أما هذا فيبدو شهيا استعد لتستمتع إن مذاق الصيد وحتى مذاق اللحم العادي يتغير حسب المناطق إن اللحم هنا يملك طعما أقوى من ذلك الذي يباع في المدينة إنما تأكله البهيمة هو ما يميز هذا عن ذاك بعد أن تناول غداء وفيرا أدهشه قال ردوان للمسن لقد غيرت رأيي يجب أن أذهب فورا إلى أقادير لذلك فلن أقابل ذلك الخطات الصغير إنه لأمر مؤسف لكن ليس لدي ما أقدمه له فليتابع طريقه إذن إن الناس الذين سأقابلهم مهمون لا يجب علي أن أفوت هذه المقابلة كانا جالسين أمام كأسي شاي أبخارين عددها لا يحصى منذ الصباح أجاب المسن خسارة أنا الذي كنت أود أن أحصرك هنا لكي تنسى متاعب الاستثمار خاصتك لكن لنكن جديين بالنسبة للخطات الصغير فلا بأس لا داعي لتعده بشيء من الأفضل أن يتابع طريقه المرسومة أمامه لكن فيما يخص هذه الاستثمارات فيجب علي تحذيرك من هؤلاء التجار عديمي الضمير أنت تجهد نفسك في إقناع مقتنع أنا أعرف كل هذا لكن هذا الأمر جدي في الحقيقة يتعلق الأمر باسترجاع مزرعة حمضيات في سهل سوس وإنشاء وحدات لإنتاج عصير البرتقال الليمون الهندي إلى آخره الموجه نحو التصدير هذا جدي أنا أقر بذلك لكن حذاري هناك لصوص في كل مكان إنهم موجودون في فرنسا حتى من بين السياسيين وغيرهم لم يمنعني ذلك من القيام بصفقات من ذهب أنت تسقن مهنتك لكن المغرب هو المغرب سيقول لك الجميع هذا قال ردوان سأتوخى الحذر الآن اطمأن قلبي لكن أخبرني بما أنك عائد من هناك قل لي كيف تبدو أقادير اليوم أوه مدينة من أجل السياح اسمنت المزيد من الإسمنت والأمر ناجح جدا شخصيا لن أنفق أي فلس هناك إن مجال السياحة متقلب لأنه شديد الارتباط بالوضع السياسي والأحداث هل هو مشروع مربح؟ قال ردوان هذا ما يبدو لي في الوقت الراهن على الأقل نهض حمل الكتب التي أهداها له المسن أستودعكم الله نهض المسن كذلك كان متأثرا آه أعادك الله إلينا في السنة المقبلة يفتر قلبي معرفة أنك في بلد آخر بعيدا عننا نحن رافق ردوان حتى باب الدخول عندما عاد إلى الأعلى ارتمى كما لو كان قد رفع وزنا ضخما سألت المسنة هل أنت متعب؟ كلا أنا متأثر فقط ثلاثون سنة من الغربة وها هو قد رحل نحو غياب طويل آخر لكن أنت هنا والقط كذلك هنا آه يا أصهب الوسيم لا يمكنك أن تعرف ثمن الصداقة أنت مجرد قط حسنا هل ما زلت أملك الشجاعة لأكتب؟ ربما لكن بعد القيلولة فقط مستلقيا على البصاط الذي يغطي الأرضية نام سريعا إنه طفل كبير قالت المسنة للقط الذي كان يحدق إليها دون أن يفهم